ما أحدثكم به هو بحدود اطلاع المحدود هذه المطالب تحتاج إلى شرح وتفصيل وتبيين قد أحتاج فيه إلى حلقات وحلقات كثيرة جدا أنا سأجز لكم الكلام وبحدود اطلاع المحدود حدثتكم عن مستخرجات من الجداول الكبيرة وعن مستخرجات من الجداول الصغيرة الجداول الصغيرة ليست مهمة وهي كثيرة سأحدثكم عن الجداول الكبيرة لا بد أن تعرفوا بأن علم الجافر بالضبط كجهاز الكمبيوتر إذا أردنا أن ننتفع منه لا بد من توفر هذا الجهاز بقدرات جيدة ولا بد أن يتوفر برنامج مشغل لهذا الجهاز من دون البرنامج المشغل لهذا الجهاز فإن الجهاز ليكون نافعا بأي وجه من الوجوه علم الجفر الذي أريد أن أحدثكم عنه يتكون من جزئين الجزء الأول الجداول الجداول تمثل جهاز الكمبيوتر الجزء الثاني من علم الجفر قواعد التكسير قواعد التكسير البرنامج المشغل للكمبيوتر في الحقيقة الذي أعتقده من أن المتوفر بأيدينا بأيدي الناس عموما بأيدي الشيعة من الذين لهم الطلاع في هذا المجال المتوفر الجهاز فقط برنامج التشغيل ليس موجودا قواعد التكسير التي نقلت عن البهاء هذا إذا كان صحيحا قد نقلت عن البهاء وقواعد التكسير التي نقلت عن ابن عربي هذا إذا كان صحيحا قد نقلت عن ابن عربي هذه القواعد لا نستطيع أن نطمئن إليها لا علم لنا أن القواعد هذه قد وردتنا من إمام زماننا لا نملك أي دليل على ذلك وبالتالي فهذه البرامج المشغلة ما هي بالبرامج الصحيحة المتقنة الذي أعتقده من أن قواعد التكسير الأصلية التي جاءتنا منهم هذا إذا كان قد جاءتنا منهم القواعد الأصلية أعتقد أن الإمام الحجة قد رفعها لأن القواعد الأصلية إذا ما استعملت مع الجداول السليمة الصحيحة هذه الجداول معقدة إذا ما حدث فيها خطأ يسير فإن النتائج لن تكون صحيحة إذا توفرت الجداول السليمة الصحيحة و توفرت قواعد التكسير الأصلية عنهم صلوات الله عليهم فإن الكثير من الأسرار التي ترتبط بأحوال الشيعة المرتبطين بإمام زماننا ستكشف أتحدث عن خواص الشيعة وهذا ما سيعرض هؤلاء إلى المخاطر الكبيرة لا أتحدث عن المخاطر من الناس و إنما أتحدث عن المخاطر من أتباع إبليس فإبليس له اهتمام كبير بهذا الأمر هذا موضوع معقد و معقد جدا من هنا فإن قواعد التكسير المتوفرة لدينا لا نستطيع أن نقطع بصحة نتائجها هذه قواعد تكسير البهاء إما أن تكون من عنده أو من عندي أشخاص آخرين قد تعلمها منه و كذا ما يرتبط بابن عربي الصوفي و بغيرهما أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في هذه العجالة جداول الجفر جداول الجفر هي عبارة عن خرائط هذه الخرائط تعتمد الأنظمة الحرفية لأن الحروف رموز ترتبط بمنظومة التكوين بخرائط التكوين و علم آدم الأسماء كلها علمه الأسماء الأصول و علمه الأسماء الفروع كلها والأسماء في رتبتها الصوتية حروف الحروف أصوات والأصوات إشارات و رموز فجداول الجفر بنيتها الأساسية حروف وتراكيب الحروف هي تراكيب خرائط التكوين كل كائن له اسمه الخاص لا أتحدث عن الاسم الذي يعرف به بين الناس هذا سنأتي عليه سنأتي عليه بعدما أكمل كلامي في النبوآت و أنواعها وسأطرح سؤالا هذه العلوم و وسائل التنبؤ هل بإمكانها أن تخترق الإمام المعصوم هذا السؤال مهم جدا سأطرحه وسأجيب عليه مفصلا في الحلقات القادمة حينها سأحتاج أن أحدثكم عن الأسماء فكل شيء له اسم بمثابة الكوت الآن نحن إذا ما ذهبنا إلى السوفر ماركت كل بضاعة لها كوت هذا الكوت يوضح تفاصيل أمرها ولذا حينما لا تستطيع قارئة الشفرات أن تقرأ شفرة البضاعة الكوت فإن الكاشر البائع المسؤول عن بيع البضاعة واستلام الأثمان سيضطر أن يدخل إلى المعلومات المفصلة عن هذه البضاعة في داخل الجهاز وهذه القضية قد تكون بسيطة في السوفر ماركت إنها معقدة في المؤسسات العلمية وفي المؤسسات العسكرية وفي المصانع التي تكون صناعاتها معقدة وكبيرة الحكاية معقدة جدا أساسا كل كائن له شفرته التكوينية هناك كوت وهذا الكوت يرتبط بما قدر له علم الجفر في جداوله يرسم خارطة كبيرة للتواصل مع هذه الشفرات مع ملاحظة أن تكون الجداول سليمة وأن تكون قواعد التكسير قد أخذت منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين موضوع واسع معقد أنا أحدثكم هنا عن فلسفة هذا العلم وهذا موضوع فيه تفصيل كثير سأذهب إلى الجداول الجداول هذه موجودة هنا هذه الجداول لا تمثل كل جداول الجافر هذه الجداول تشكل عشر الجداول الكبيرة أما الجداول الصغيرة فتلك كثيرة جدا وليست مهمة بالنسبة لحديث هنا لأنها يمكن أن تتوالد من خلال التجارب والممارسة مع الجداول الكبيرة بالنسبة للمشتغلين في هذا الحقل هذه الجداول تبنى على أساس ما يسمى بالأقاليم أقاليم علم الجافر الأقاليم في هذا النظام هذا نظام من مجموع عشرة أنظمة بمجموعها يتحقق النظام الكامل لعلم الجافر كثيرون من المشتغلين في هذا المجال لا يعرفون هذه الحقيقة يتصورون أن علم الجافر ينتهي عند هذه الجداول هذه الجداول تمثل عشرة علم الجافر هناك عشرة أنظمة هذا النظام الأول منها هذا النظام يتألف من أربعة أقاليم كل أقليم يتألف من سبع ممالك هذا الجزء الأول يشتمل على أقليمين وهذا الجزء الثاني يشتمل على أقليمين فهذا النظام الأول يشتمل على أربعة أقاليم في كل جزء من هذين الجزءين هناك إقليم في كل إقليم سبع ممالك في كل مملكة هناك ثمانية وعشرون من المدن أثمانية وعشرين مدينة في كل مدينة أثمانية وعشرين محلة ثمانية وعشرين حي من الأحياء في كل محلة في كل حي أثمانية وعشرين بيت في كل بيت من هذه البيوت أربعة أفراد الأفراد حروف هذه هي الجداول سأفتح لكم هذا الجزء على سبيل المثال كي تشاهدوا مثالا من أمثلة هذه الجداول إنني أختار مكانا لا على سبيل التعيين هذا هو الإقليم الثاني سأقرب الكتاب إلى الكاميرا كي تكون الصورة قريبة هذه هي الجداول كل جدول من هذه الجداول يمثل مدينة كاملة كل جدول الجدول في هذه الصفحة يمثل مدينة كاملة من مدن الإقليم وصفحة هذه أيضا تمثل مدينة كاملة من مدن الإقليم الجفري فهذا الجزء بكامله جدا جداول كهذه الجداول وهذا الجزء أيضا هذا الجزء الثاني أيضا اختار صفحة لا على نحو التعيين كل صفحة من هاتين الصفحتين تمثل مدينة من المدن الجفرية من مدن الأقالي الجفرية كما قلت لكم هذا نظام من عشرة أنظمة من الأنظمة الحروفية الجفرية هذا هو النظام الأبجدي وهو النظام المشهور المعروف هذا هو النظام الأبجدي فهناك عندنا أقاليم أربعة كل إقليم يشتمل على سبع ممالك وكل مملكة تشتمل على 28 مدينة 28 مدينة يعني 28 جدول كامل هذا الجدول الذي عرضته لكم في الصفحة الواحدة هذا الجدول يمثل مدينة جفرية كاملة في هذا الجدول يوجد عندنا 28 سطر من الخانات كل سطر من الخانات يشتمل يشتمل على 28 خانة 28 بيت فهذا السطر يسمى بالمحلة الجفرية المدينة الجفرية هي الجدول في الصفحة الكاملة المملكة المملكة تشتمل على 28 جدول 28 مدينة هذه تسمى بمملكة بمملكة جدول فيه 28 سطر 28 محلة كل محلة فيها 28 بيت 28 مربع 28 خانة في كل بيت يوجد أربعة حروف هؤلاء هم سكان البيت في كل هذه الخانات لا بد أن يكون ترتيب الحروف مختلفا وفقا لقواعد معينة في ترتيب هذه الحروف إذا اختل ترتيب هذه الحروف ستكون النتائج مختلة حتى مع وجود قواعد التكسير السليمة مع أننا لم تلكها الآن قلت لكم بالنسبة لي أعتقد أن الإمام الحجة رفع هذه القواعد هناك كلمة تتردد على ألسنة الناس من أن الإمام الحجة رفع بعض الحروف الإمام لم يرفع حروفا الحروف موجودة وبإمكاننا أن ننظم هذه الجداولة التي تحتاج إلى وقت طويل في تنظيمها ولكن لا قيمة لها كل إقليم من الأقاليم الأربعة فيه 196 جدول الأقاليم الأربعة تشتمل على 784 جدول مرادي من الجدول صورة الجدول التي عرضتها لكم في صفحة واحدة عدد المحلات عدد السطور 21 ألف وتسعمية واثنين وخمسين أتحدث عن الكتابين الذين بجانب عدد البيوت ستمية وأربعة ألف وستمية وستة وخمسين عدد الحروف في هذه البيوت مليونين وأربعمية وثمانية وخمسين ألف وستمية وأربعة وعشرين مثل ما قلت لكم هذا عشر النظام الجفري فإذا أردنا أن نشكل النظام الجفري كاملا وإلى الآن أنا لا سمعت ولا رأيت ولا قرأت عن أن نظاما جفريا كاملا مشكلا بكل تفاصيله موجودا في مكان ما أتحدث بحدود علمي وبحدود إطلاعي إذن علينا أن نضرب هذه الأرقام بعشرة فمثلا عدد المحلات في هذين الجزئين واحد وعشرين ألف تسعمية واثنين وخمسين المحلة سطر يشتمل على ثمانية وعشرين خانة ثمانية وعشرين بيت إذا أردنا أن نأخذ بنظر الاعتبار تماما النظام فإذا ما ضربنا بعشرة سيكون العدد ميتين وتسعة ألف وخمسمية وعشرين سطر وكل سطر يشتمل على ثمانية وعشرين خانة وكل خانة تشتمل على أربعة حروف عدد الخانات في هذين الجزئين ستمية وأربعة ألف وستمية وستة وخمسين إذا ما ضربت بعشرة الناتج ست ملايين ومية وستة وأربعين ألف وخمسمية وستين حق الخانة عدد الحروف في هذين الجزئين مليونين أربعمية وثمانية وخمسين ألف وستمية وأربعة وعشرين إذا ما ضربت بعشرة أربعة وعشرين مليون وخمسمية وستة وثمانين ألف وميتين وأربعين النظام الأبجدي نظام معروف لديكم ترتيب الحروف بحسب الأبجد ألف با جيم دال ها واو زاي حا طا يا كاف لام ميم نون سين عين فا صاد قاف را شين تا ثا خا ذال ضاد ضا غين هذا هو النظام الأبجدي النظام الثاني هو النظام الأبتثي مع ملاحظتي أن المغاربة عندهم نظام أبجدي يختلف عن النظام الأبجدي المشرقي نظام المغاربة ما هو بنظام أهل البيت هذا نظام من العبث الإبليسي وعندهم أيضا نظام أبتثي آخر هناك كتب عند علماء المغاربة في الماضي وفي الحاضر من المعاجم ومن كتب الرجال رتبت بحسب النظام الأبتثي المغربي على سبيل المثال النظام الأبتثي المغربي ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا طا ضا كاف لام ميم نون صاد ضاد عين غين فا قاف سين شين ها واويا أتحدث عن نظام قديم لا أتحدث عن نظام التعليم في المدارس مثلا أنا لا أريد أن أدخل في المنظومة المغربية لترتيب الحروف جئت بهذا مثالا على العبث الإبليسي في ترتيب هذه الحروف قطعا ستكون النتائج مختلة إذا أردنا أن نعكس هذا على تنظيم الجداول أعود إلى النظام الأبتثي ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها يا هذا النظام الأبتثي قطعا سيختلف تنظيم الجداول اختلافا كاملا ولن تكون الجداول متشابهة في أي بيت من بيوتها القيام الرقمية للحروف ستتغير فعلى سبيل المثال جيم في النظام الأبجد تساوي ثلاثة بينما جيم في النظام الأبتث تساوي خمسة وهكذا الكلام مع بقية الأنظمة فالحروف تتغير قيمها الرقمية بحسب هذه الأنظمة النظام الأيقاغي ألف ألف يا قاف غين با كاف را جيم لام شين دال ميم تا ها نون ثا واو سين خا زاي أو زا عين ذال حا فا ضاد طا صاد ضا هذا النظام الأيقاغي والحروف أيضا ستتبدل قيمها الألف في النظام الأبجدي في النظام الأبتثي وفي النظام الأيقاغي في هذه الأنظمة قيمته واحدة والألف هو الألف إنه التجلي الأول من النقطة من النقطة السيالة فلذا قيمته واحدة في هذه المنظومات الحرفية النظام الأهطمي قد يختلف المشارقة في تنظيم هذه الحروف هذا التنظيم الذي أجده سليما النظام الأهطمي ألف ها طا ميم فا شين ذال با واو يانون صاد تا ضاد جيم زاي كاف سين قاف ثا ضا دال حا لام عين را خا غين النظام الأحستي وهو النظام الخامس ألف حا سين تا با طا عين ثا جيم يا فا خا دال كاف صاد ذال ها لام قاف ضاد واو ميم را ضا زاي نون شين غين النظام الأجنذي ألف دال ضاد كاف با ذال طا لم تا را ضا ميم ثا زاي عين نون جيم سين غين واو حا شين فا ها خا صاد قاف يا النظام السابع الأجنذي ألف جيم نون دال يا لام ثا حا قاف شين واو فا غين دال سين ضاد با ميم خا طا كاف تا زا صاد را ها عين ضا النظام الأسبع ألف سين با عين جيم فا دال صاد ها قاف واو را زا شين حا طا ثا يا خا كاف ذال لم ضاد ميم ضا نون غين النظام السمعني وهو النظام التاسع سين ميم عين نون كاف فا لم صاد قاف طا را يا زاي شين حا تا ثا ها خا واو جيم ذال دال ضاد ضا با غين ألف هنا في هذا النظام الألف سيكون في آخر النظام وهنا ستكون قيمته ألف بينما في سائر الأنظمة حرف الألف قيمته واحد لأنه يكون موجودا في بداية النظام إلا في النظام السمعني فإن قيمة الألف هنا ألف النظام العاشر وهو النظام الأسغني ألف سين غين نون عين با ميم ضا فا لم جيم ضاد كاف صاد ذال دال واو يا ها خا را واو طا ثا زاي شين تا حا هذه الأنظمة العشرة الأبجدي الأبتثي الأيقغي الأهطمي الأحستي الأدضكي الأجنذي الأسبعي السمعني والأسغني كل نظام إذا أردنا أن ننظم جداوله فلابد أن ينظم بهذه الطريقة ومن هنا قلت لكم هذه الجداول تمثل عشر جداول علم الجافر إذا أردنا أن نستخرج الحقائق الكاملة من علم الجافر لن نستطيع أن نستخرجها من هذه الجداول فقط ستكون الاستخراجات منقوصة قضية واسعة مضطردة وكبيرة جدا إذا أراد أحد أن يشتغل فيها ربما يقضي عمره ولا يستطيع أن يصل إلى ربع ما يريد لا أقول إلى نصف ما يريد إلى ربع ما يريد لكنكم لو سألتموني هل أنت مهتم بهذا الموضوع أقولها لكم وحق الحسين لست مهتما بهذا الموضوع وهذا الموضوع منسي بالنسبة لي إنما أتحدث عنه الآن لأنه صار جزءا من برنامج أحدثكم فيه عن هذا الموضوع وعن هذه التفاصيل ما وصلت إليه من الحقائق من خلال أحاديث العترة الطاهرة عبر هذه السنين الطويلة ما يستخرج من هذه الجداول لا يعد بشيء ولا قيمة له ومن هنا فإنني لستم مهتما وأرى الذين يهتمون بمثل هذه المطالب أحراهم لا يملكون الحكمة ولا يعرفون الطريقة الصحيحة لمعرفة الحقائق كل الحقائق مدعة ما بين القرآن المفسر بتفسيره وبين حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم إمامنا الصادق يقول إنني أتكلم الكلمة على سبعين واج ولي من جميعها المخرج هذا الكلام ليس مجازية كل التفاصيل في كلامه وكل الصيد في جوف الفره نذهب إلى فصل عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيام وهم والله نور الله الذي أنزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر ألخص لكم ما تقدم من حديثي ربما أتعبكم وأنا ما قصدت أن أتعبكم لكنني أردت أن أبين لكم من أن الذين يحدثونكم عن علم الجفري لا يفقهون شيئا من مشكلتنا في واقعنا الشيعي الذين يتحدثون عن الدين لا يفقهون شيئا من الدين والذين يتحدثون عن القرآن لا يفقهون شيئا من القرآن والذين يتحدثون عن محمد وأهل محمد لا يفقهون شيئا من معارفهم ومن ثقافتهم والذين يحدثونكم عن الجفر لا يبقون شيئا من الجفر إلى أين أنتم ذاهبون إلى متى ستبقون مضحكة يا أيها الشيعة أي شخص يريد أن يضحك عليكم بإمكانه أن يضحك عليكم لماذا لأن حوزة الطوسي داست عقولكم بالأحذية وألقت عقولكم في المراحيط ما أبقت لكم لا من عقل ولا من فكر ولا من ثقافة وصنعت منكم حميرا يركبون عليكم هذا هو الواقع أتحفوهم 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل للنوبيلية قال توصل أطمئنن تركبهم يعني بش أشي عمر تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أتحفوه ما رد أتحفوه قال لي مستعجب مش دارها قلنا تركب يعني خلاقه أهمي شي نيك كما تقول خلاقه أهمي شي نيك كما تقول لهم كان حالة تسموه فقوش ديخ عراديق فقوش ونص عبارة كلنا على أتحفوه أقول لكم تعرفونا لأنه ما لتأجيب الأسموه عرض ما قال تركب مثل ما تركب نعم وغير وشي لا مو علم إجمالية هذا هو واقع واقع الشيعة لا واقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة هذا هو واقعكم وأنا معكم هذا هو واقعنا جميعا أنا لا أخرج نفسي من بينكم هذا واقع الشيعة منذ أن أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا أجدادنا الذين قضوا كانوا مضحكة وأباؤنا الذين قضوا كانوا مضحكة ونحن الآن مضحكة وأولادنا أيضا وأحفادنا أولادنا مضحكة لهؤلاء الشياطين لآيات الشيطان العظمى أولادنا مضحكة وأحفادنا مضحكة هذا هو الواقع الشيعي وهؤلاء الذين يخرجون عليكم في الفضائيات أو على الإنترنت كي يحدثوكم عن الجفر وهم لا يفقهون شيئا هم جزء من هذا البرنامج الإبليسي جزء من هذا البرنامج الشيطاني علم الجفر الذي نستطيع أن ننتفع منه هذا الذي أحدثكم عنه فأنا لا أحدثكم عن الجفر الذي مر الحديث بخصوصه في حلقة يوم أمس الجفر في ثقافة العترة لا أتحدث عن هذا أنا أحدثكم عن الجفر الذي هو جداول هو نظام نظام حرفي هذا العلم كان موجودا في الأمم السابقة قطعا كان موجودا عند اليهود لكنه كان مجزوءا ومن هنا شاع على الألسنة من أنهم يستعملونه في أغراضهم التجارية في أغراضهم السياسية أو في دسائسهم على طول التأريخ أتعلمون لماذا علم الجفري عند اليهود كان مجزوءا أولا هم يعتمدون النظام الأبجدية فقط سائر الأنظمة ليست موجودة عندهم لماذا؟ لأن عدد حروف اللغة العبرية اثنان وعشرون حرفا اثنين وعشرين حرف ولذا فإن القيمة الرقمية تصل إلى آخر حرف عندهم بقيمة أربعمائة فهناك ستة حروف ناقصة فكيف يستطيعون أن يرتبوا الجداول الكبيرة الكاملة ستكون الجداول منقوصة ولذا فإنهم سيعملون بالجداول الصغيرة الجداول الصغيرة التي تشكل ما أصطلح عليه القواعد الجفرية الذين درسوا الهندسة هناك في الهندسة إن كانت الهندسة هندسة إقليدية التي هي الهندسة المستوية أو كانت هندسة مجسمة هندسة الأجسام والحجوم هناك نظريات أساسية التي تشكل أصول الهندسة هذه بديهيات هندسية ثوابت هندسية تتشقق منها فروع هندسية هي استنتاجات هي نتائج هي فروع القواعد الجفرية بمثابة النتائج الصغيرة التي تستخرج من البديهيات ومن الأصول الهندسية الكبيرة هناك أصول كبيرة في علم الهندسة وهناك فروع تستنتج من تلك الأصول في علم الجفر هكذا هناك الجداول الكبيرة هذه التي حدثتكم عنها إنها الأقاليم الجفرية في الأنظمة الحروفية العشرة وهذا نظام واحد من هذه الأنظمة وهو النظام الأبجدي اللغة العبرية حروفها كما قلت لكم إثنان وعشرون حرفا بينما حروف العربية ثمانية وعشرون حرفا ولذا فإن النظام الرقمي وإن القيمة الرقمية في الحروف العربية تبدأ من الواحد إلى العشرة وبعد ذلك ترتفع بأعداد العقود من العشرين إلى المئة ثم ترتفع أعداد المئين من المئتين إلى الألف فالمنظومة الرقمية في حروف العربية منظومة رقمية كاملة تراكيب الجداول ستكون تراكيب كامل بسبب المنظومة الرقمية الكاملة فهناك عدد كامل هناك منظومة رقمية كاملة وهناك أنظمة حرفية متعددة لن تكون مخرومة من هنا فإن الجفر عند اليهود منقوص إلا أن يستعمل الجفر وفقا للغة العرب وفقا للغة العبرية فإن جفرهم سيكون منقوصا فآخر حرف عندهم ستكون قيمته أربعمائة من الأربعمائة إلى الألف ليس موجودا في حساباتهم الجفرية فلابد من تعويض ذلك بحروف مكررة ومضاعفة على أي حال علم الجفر هذا كان موجودا عند الأمم السالفة وتحديدا عند اليهود بشكل خاص وحتى عند الأمم الباقية وربما وجدوا في الآثار في الآثار المكتوبة ما يشير إلى هذا أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل الذين لهم إلمام بعلم الجفر يعتقدون أن هذا النظام جاءنا منهم صلوات الله عليهم فلابد أن تكون قواعد التكسير قد وردت منهم أيضا نحن لا نملك هذه القواعد نحن بإمكاننا أن نملك الجداول لكن القواعد الأصلية بحسب ما أعتقد نحن لا نملكها ومن هنا فإن النتائج التي ستستخرج ستكون بين بين لأن قواعد التكسير للاستخراج على ما أعتقد استخرجها من استخرجها وفقا للممارسة والتجربة فالممارسة والتجربة تعطي للإنسان خبرة تارة من خلال تكرار الاستخراجات وأخرى من رسد الوقائع على الأرض بإمكاننا أن نرصد بعض الوقائع على الأرض ثم نحاول أن نترجمها إلى معادلات جفرية قطعا هذا العمل يحتاج إلى نباهة إلى ذكاء إلى نبوغ ليس بإمكان كل أحد أن يقوم به حينما نرصد الواقع بدقة ونرى تلازما بين الأشياء نحاول أن نترجمها إلى معادلات جفرية بتكرار مثل هذه المسائل نستطيع أن نصل إلى بعض قواعد التكسير الجزئية الصحيحة مثل ما يوجد للمعادلة وللمسألة الرياضية أكثر من حل يمكن أن تحل بخطوتين ويمكن أن تحل بأربع خطوات ويمكن أن تحل بأكثر من ذلك كل بحسبه قلت لكم الجداول الجفرية هي خرائط للنظام التكويني وفقا للرموز الحرفية التي تشير إلى أسماء التكوينيات أتحدث عن الأسماء المدعة في داخل هذه التكوينيات هذا سأحدثكم عنه أقرب الفكرة لكم ورد في رواياتنا وأحاديثنا من أن المؤمن فيه فيه شبه من الله وفيه شبه من رسوله من رسول الله وفيه شبه من إمامه هذا هو الكود في المؤمن سأشرح ذلك لكم حينما نصل للحديث عن هذا الموضوع في الحلقات القادمة هذا هو اسمه هذا هو الاسم الذي نقرأ عنه في الأدعية ألا تغير اسمي لا تغير اسمي ليس هو الذي في البطاقة الحكومية في البطاقة المدنية لا تغير اسمي اسمي الحقيقي الذي يتألف من شبه في في ذاتي من الله ومن رسوله ومن إمامي ومن هنا كل شيعة تدعى بإمامها لماذا؟ لأن أسماءهم التي يدعون بها ترتبط بإمامهم الحكاية عميقة 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 جدا نأتي عليها في قادم الحلقات كنت مضطرا أن أشير إليها بالإجمال كي أوضح لكم مقصودي من أن جداول علم الجفري في عمقها الفلسفي هي خارطة للتكوين ولكن بصياغة حروفية كنت أحدثكم عن القواعد الجفرية سأضرب لكم مثالا من الرصد أثبته هنا على هذه الورقة مثال تقريبي مثال تقريبي لا بد أن تعرفوا من أن أن علماء الدراسات المستقبلية ما يسمى بعلم المستقبليات عند الأمريكان عند الأوروبيين يقاربون في دراساتهم هذه المضامين من خلال من خلال رصد الوقائع ومن خلال دراسة فلسفة التأريخ وبعمق هناك ما يسمى بفلسفة التأريخ وهناك ما يسمى بتأريخ الحضارات وهناك ما يسمى بدراسة المستقبل بدراسة المستقبل ما يسمى بالبدائل المستقبلية المستقبليات هي جمع ما بين فلسفة التأريخ وتأريخ الحضارات وكشف أسرارها وما بين البحث في البدائل المستقبلية وفقا للمعطيات المتوفرة من معطيات الماضي أو من معطيات الحاضر أو من المعطيات التي يبدو تحققها قريبا فيما يأتي من مستقبل الزمان كل هذا يجمع في منظومة علمية منطقية تسمى بالمستقبليات من العلوم التي يهتم فيها الدارسون للإنسان ولمستقبله وللحياة على الأرض وما سيكون في قادم الأيام الرئيس الأمريكي هاريسون الذي انتخب سنة 1840 كان في نيتي أن ألملم حديثي في هذه الحلقة لأنني لست كثيرا متشوقا للحديث عن الجافر لكن الوقت يفرض علي أن أجعل حلقة أخرى هي حلقة يوم غد أجعلها إكمالا لحديث هذا اليوم أعود إلى المثال الذي أردت أن أضربه لكم هاريسون هاريسون الرئيس الأمريكي الذي انتخب سنة 1840 رئيسا للولايات المتحدة توفي سنة 1841 بمرضي ذات الرئة منذ ذلك التأريخ منذ ذلك التأريخ ما يسمى بين دارسي الواقع الأمريكي هناك من يدرس الواقع في جزئياته العميقة هناك من يدرسون الواقع الإنسانية بهذه الطريقة أنا لا أتحدث عن الدجالين والفوالين أتحدث عن الذين يدرسون الأشياء بعمق وتلك الدراسات قادتهم إلى علم المستقبليات إلى علم حساس وضروري جدا في واقعنا المعاصر ربما كثيرون منكم لم يسمعوا به منذ ذلك التأريخ منذ وفاتي هاريسون الذي انتخب سنة 1840 وتوفي سنة 1841 بذات الرئة توفي مريضا بهذا المرض منذ ذلك التأريخ وعبر السنين بعد كل عشرين سنة حينما ينتخب رئيس أمريكي إما أن يقتل وإما أن يموت في فترة رئاسته أنا جئتكم بهذا المثال لأن المثال هذا يمكنكم أن تتأكدوا منه في كتب التأريخ بإمكانكم أن تدخلوا إلى الإنترنت كي تتأكدوا من دقة هذه المعلومات أنا ما جئتكم بشيء غيبي وتعمدت أن آتي بهذا المثال لأن المثال قد رصد ودرس تأريخيا في الولايات المتعدة الأمريكية هاريسون سنة 1840 انتخب توفي سنة 1841 بذات الرئى بعده بعشرين سنة كل أربع سنوات هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية بعده بعشرين سنة متى انتخب 1840 إبراهام لينكولين متى انتخب سنة 1860 الذي يعرف عنه من أنه محرر العبيد إبراهام لينكولين انتخب سنة 1860 في دورته الثانية انتخب مرة ثانية اغتيل قتل سنة 1865 اغتيل قتلا إبراهام لينكول بعده بعشرين سنة متى قلنا هاريسون انتخب 1840 توفي بذات الرئى 1841 بعده بعشرين سنة 1860 جاء لينكولين قتل سنة 1865 تم اغتياله بعده بعشرين سنة سنة 1880 جاء الرئيس الامريكي كارفيلد اغتيل سنة 1881 بعد سنة من رئاسته لينكولين لينكولين بعد خمس سنوات من رئاسته في الدورة الثانية بعد 1880 بعد عشرين سنة 1900 جاء الرئيس الامريكي ماكينلي قتل سنة 1901 بعد سنة من انتخابه اغتيل بعده بعشرين سنة سنة 1920 جاء الرئيس الامريكي هاردينك توفي في رئاسته سنة 1923 بعده بعشرين سنة سنة 1940 روسفيلد روسفيلد انتخب لمرة اخرى توفي سنة 1944 جون كندي انتخب متى؟ 1960 بعد روسفيلد بعشرين سنة 1940 روسفيلد 1960 جون كندي اغتيل سنة 1963 هذه عملية راست 1840 هاريسون توفي بعده بعشرين سنة لينكولن 1860 اغتيل بعده كارفيلد 1880 اغتيل بعده ماكنلي سنة 1900 اغتيل بعده هاردينك 1920 توفي بعده روسفيلد 1940 توفي هذه السنوات التي اقرأها سنوات الانتخاب بعده بعده جون كندي 1960 اغتيل سنة 1963 1960 بعدها بعشرين سنة 1980 رولاند ريغان تعرض لمحاولة اغتيال لكنه لم يقتل في الدورة الاولى تعرض لمحاولة اغتيال من هنا يقولون الان في برامج التنبؤات عن جو بايدن من انه سيقتل بسبب عملية الرصد هذه لانه متى انتخب انتخب سنة 2020 جورج بوش الابن انتخب سنة 2000 لم يقتل ربما كان قديسا اتباعه يقدسونه انه من اصحاب الولادة الثانية يعتبرونه من الاولياء في الاجواء المسيحية الانجيلية يعتبرون جورج بوش الابن لا شأن لنا به لكن السلسلة كسرت بريغان تعرض الاغتيال ولكنه لم يمت جو بايدن جاء بعد جورج بوش بعشرين سنة انتخب انتخب 2020 من هنا يقولون عن من انه سيقتل من انه سيموت من ان نائبته هي التي ستكمل الفترة الرئاسية السبب هو هذا ربما كثيرون لا يعرفون السبب يقولون الكلام في البرامج وهم لا يعرفون السبب السبب هو هذا بسبب عملية الرصد لهذه الاحداث فيأتي راصد يرصد هذا التسلسل يحوله الى معادلة جفرية ويمكنه ان ينظم قاعدة للتكسير ويمكنها ان تنطبق على حالات اخرى لكننا لا نملك يقينا بان النتائج ستكون دقيقة وصحيحة هذا علم يرتبط بالاسرار الكونية مثلما نظامه لابد ان يأتينا منهم صلوات الله عليهم لابد لقواعد التكسير ايضا لابد لقواعد الاستخراج للبرمجيات هذا جهاز كمبيوتر يحتاج الى برنامج اين هو البرنامج نحن الان نملك الجهاز لكننا لا نملك البرنامج الذين يشتغلون في هذا الحقل يمتلكون برامج مضروبة مزورة ما هي بالبرامج الاصلية ومع ذلك فانني اقول لكم الحق كل الحق والمعرفة كل المعرفة والاسرار كل الاسرار ليس في هذه الجداول في قرآنهم بشرط المفسر بتفسيرهم وفي احاديثهم بشرط المفهمة بقواعد تفهيمهم وهذا هو الذي عثرت عليه الكنوز التي عثرت عليها ما عثرت عليها هنا مع معرفتي بما هنا الكنوز التي عثرت عليها عثرت عليها في اتباعي لحديث الثقلين لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال ما إن تمسكتم بهما معا ما إن تمسكتم بهما معا لن تضلوا بعدي أبدا الكنوز كل الكنوز وجدتها حين حاولت أن أكون وفيا ببيعة الغدير حيث اشترط علينا رسول الله في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي فقط من علي فقط حاولت طيلة عمري لا أعتقد أنني قد نجحت في كل المحاولات لكنني حاولت طيلة عمري أن أأخذ التفسير من علي فقط وحاولت طيلة عمري بعد أن تلمست طريق النور في وسطي ذلك الظلام الدامس ظلام المرجئة والبترية والمقصرة حاولت أن أفهم حديثهم بقواعد تفهيمهم بقدر ما أستطيع قطعا محاولة ناقصة فأنا بشر ناقص إنسان معدود ماذا سينتج عن بشر ناقص عن إنسان محدود قطعا النتائج ستكون ناقصة قطعا النتائج ستكون محدودة نذهب إلى فاصل